يا رب، كابتن علي برضو هزين نفهم أكتر عن كرة السرعة هل هي مثلا الشحة كده ببساطة؟ هل هي مثلا متبقى؟ أولا أنا سمعت من منار دلوقتي أنه اللاعب كان كبير في السن طب هل ده فيه عدل كده أو موازنة ما بين اللاعباً ومسلا بنيوتة صغيرة عندها لياقة وعندها نفس طويل بحد يكون كبير في السن قدامها؟ لا هو حركة احنا بالنسبة للمنتخب الأول المنتخب الأول ده سنه مفتوح من كامل كامل من عشرين فيما فوق فوق قوي؟ أه فيما فوق ما عندناش حد يعني احنا موقفين لمت سن فعندنا بس تقريباً يعني الولد أو البنت بيبطل يعني الولد على واجه الخصوص عندنا أحمد فوزي دلوقتي وطبكت بالمنتخب وأكبر لاعب في المنتخب وصل سن التلاتين يعني وده مباردو سنتين ولا حاجة لسه فمعندناش يعني بعد التلاتين ممكن بيبدأ الولد يبطل البنت عند خمسة عشرين أو ستة عشرين عشان اللياقة وسرعة وكيف بتبدأ البنت برضو تفكر عن خمسة عشرين ستة عشرين عشان برضو الشغل والجواز والحاجات دي ببطل بس احنا عندنا زخيرة كبيرة جداً من تحت عندنا احنا مراحل اللعبة بتبدأ من مرحلة الميني سبيتبول يعني تحت ست سنين مرحلة الميني سبيتبول كويس اوية وإحنا عندنا طبعاً من أقوى أنديت هل الرياضة في اللعبة دي بس لأنه احنا اللي بتدينها أو اخترعناها لا احنا عندنا رياضة في ألعاب تانية بس لا في لعبة كرة السرعة عشان احنا اللي بدأ يعني الرياضة باعت في لأنه احنا اللي بتدينها لا بالنسبة لكرة السرعة أكيد عشان احنا اللي بتدينها اللي بتدينها وعشان احنا اللي اخترعناها وعشان احنا اللي عندنا خباياها يعني عايزة أقول لحضرتك كل الدول أو كل اللعيبة في العالم أو اللعيبة في العالم بتبدأ مما انتهى إليه المصريين يعني السنة الجديدة بيبقى عندنا جديد كل سنة جديدة هل تلعب برضو كرة سرعة أكيد أنا بطل عالم 85 ماشاء الله هل لي كمان عندنا لعبة من فرنسا عشان تيجي تتعلم اللعبة كويس جات قادت هنا شهر جات قادت معكم تحاجة والله مش عرفة جدا بجد أنه ألعب بيبدأ يبقى عليها الاسبوت غير كرة القدم لا وحديكنا دلوقتي كمان يعني تشكل تحاد عربي قوي جدا وهيعمل بطولة إن شاء الله بإذن الله السنة دي بإذن الله قوية جدا البطولة اللي جاهت بقى إمتى إن شاء الله هتبقى في نص يناير هتبدأ الاستعدادات قريب يعني بعد أسبوع بالزبط من دلوقتي إن شاء الله يلا جود لك وألف مبروك لكم على الفوز المنتخب بشكركم جدا على جود معي وإحنا برضو نحب نواجه الشكر لكم على إحنا من غير الإعلام ما ينفعش حد يعرف قروط السرعة فإحنا بنشكركم وبنشكر قناة لأنني أنا شايفها الحمد لله هي مديانة حقنا وأنا بشكركم على تميزكم بجد وبطل العالم يعني حاجة تشرفنا جدا شكرا لحضراتنا مشاهدينا كان معنا المدير الفني للمنتخب كابتن علي جمعة وكمان كان معنا بطل العالم لكرة السرعة منار إبراهيم بشكركم جدا بكده تكون خلص فقراتنا نهار ده في نهارك سعيد نشوفكم بكرة وكاست عمل جديد ونهاركم سعيد شكرا للمشاهد